سيد سفير الحمد لله على السلامة أولاً وقلنا بالضبط يعني ما هي عناصر هذه الاستراتيجية وليه بنطلقها الآن الحقيقة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هي البند الأول في القرار المنشئ لللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان اللي صدر عن مجلس الوزراء وكان الغرض من سياغة استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان كان الغرض أن يبقى هناك خارط الطريق لما نريد أن نعمله لأنفسنا في مجال الارتقاء بحقوق الإنسان العدد الدول التي قامت بمثل هذا الجهد في العالم حاجة و30 دولة بس؟ بيسموها ساعات استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان ساعات يسموها خطة عمل لتطوير حقوق الإنسان فالمسامات قد تختلف إنما هي ميزتها أنها بتدي خارط الطريق وتسمح لكافة الأطراف الوطنية إنها يبقى عندها رؤية للدولة ذاتها إحنا عايزين نعمل إيه لأنفسنا لأن حقوق الإنسان إحنا مشاركين في سياغة هذه المعايير الدولية زي ما سيادت رأيس قال النهاردة في الكلمة فنحن لسنا غرباء عنها بل نتحدث اللغة الدولية لحقوق الإنسان وقادرين على أن نشوف كيفية تنفيذ التزاماتنا الدولية والالتزاماتنا الدستورية فدي بتبدي خارط الطريق زي ما قلت وتبدي وضوح هتنشوف إحنا تناولنا كل الحقوق الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كما تناولنا الحقوق القاصة بالمرأة والطفل والإعاقة والشباب والكبار السن والتسقيق فإحنا أخذنا كل هذه الحقوق وفي كل حق من هذه الحقوق راجعنا على مدار سنة ونص يعني عملية العداد أخذت سنة ونص كانت نقطة البداية نشوف خريطة التوصيات التي تلقتها مصر من الأليات الدولية ومن المجلس القومي لحواء الإنسان ومن الأليات الإقليمية ويبقى عندنا خريطة إيه هي التوصيات اللي الدول عملتها وفي الاستعراض الدوري الشامل اللي كان في نوفمبر 2019 لما مصر قدمت تقريرها في مجلس حوى الإنسان جمعنا كل ده وبصينا في أيضا الحقوق الإنسان في الدستور المصري وأين نحن وأين نحن ذاهبون في كل حق من دول شفنا أولا إيه نقاط القوة والفرص الموجودة وإيه هي التحديات وإيه اللي إحنا عايزين نستهدفه بالنسبة لكل حق من دول وكان عمليات طويلة استغرقت كل هذه المدة وأيضا نظرنا لكل الخطط القطاعية الموجودة في مصر بالإضافة إلى وسيقة رؤية مصر 2030 عشان يبقى ده هو الإطار اللي بنشتغل فيه ويبقى هناك تناسخ بين كل هذه الأمور لدلوقتي يعني لماذا الآن هل هذه الوفيقة رد فعل؟ بمعنى أنه العالم مؤسسات هو الإنسان من دول كثيرة بتنتقد كثير من الممارسات وبتقول والله أنتو عندكو كذا وكذا 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 هل إحنا ده رد فعل لهذه المؤسسات ولا إحنا عايزين تكون لدينا استراتيجيتنا الخاصة أنا الاحتفالية اليوم أعطت رسالة أن احنا بنعمل هذه الجهود إيمانا منها بحقوق الإنسان وأنها جزء أساسي من التنمية الشاملة التي نريدها في الدولة المصرية وأن احنا بنعملها لنفسنا عشان نشوف أين نريد وأن نكون في كل هذه الحقوق لأنه في نهاية الأمر هذه الحقوق تتسع لتشمل كل العمل اللي بيتقوم به الدولة وكل قطاع منهم له علاقة بحقوق الإنسان سواء إسكان لصحة لتعليم لحماية اجتماعية كل المجالات ده هي كل منها بالإضافة إلى المجال الحقوق السياسية والمدنية فلا يخلو موضوع من بعد حقوقي إنما احنا ربما قبل كده ما كناش بننظر للسياسات القطاعية من منظور حقوق الإنسان إحنا دلوقتي بنسع أن نخلي هذا المنظور يدمج في خطة التنمية الشاملة بحيث أنه الوزارات المختلفة وهي بتعمل جهدها في المجالات بتاعتها تبقى عارفة إن ده مرتبط بحقوق الإنسان وليست منفصل عنه تبقى عارفة إن